رفيق المشاريع الحكومية العراقية ما بعد 2003 سنوات تمر دون إنجاز مشروع حقيقي على أرض الواقع بل الاكتفاء بتخطيطه ورسمه على كراديس تصف على رفوف النسيان وزارة التخطيط تكشف عن أكثر من 6200 مشروع متلك خلال العوام المواضية موازية الأسباب لأوضاع العراق السياسية ومرافقها من تدهور على مستوى الاقتصاد إضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى هذا التلك يعود لعدة أسباب السبب الأول هو أحيانا المشاريع تحال إلى شركات غير ذات كفاءة غير رصينة وبالنتيجة تواجه مشاكل في عملية التنفيذ أحيانا يعود إلى مشاكل في استملاك الأرض أو في غيرها وأحيانا يعود إلى قلة التخصصات المالية وأحيانا يعود إلى أسباب أخرى قد تكون الفسادة وغيرها وبالنتيجة تجتمع أدة أسباب لتنتج لنا مشاريع متلكة وزارة التخطيط أقامت مؤتمرا موسعا حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والتخطيط لتنفيذ تلك المشاريع وسط تشكيك في مدى قدرة الحكومة على تقيق ذلك في ظل بوازنة وصفت بالفقيرة وانعدام الاستثمار في أغلب تلك المشاريع يجري الآن الإعداد للتقرير للطوع الثاني الذي سيناقش العراق في الأمم المتحدة إن شاء الله في شهر أيلول القادم وهذا التقرير ومجمل أجندة التنمية المستدامة تتطلب العمل الدؤوب على المستوين الوطني والمحلي لدينا موافقة خاصة من الوزير ومن مجلس الوزراء أنه ننظر إلى كل المشاريع بحزمتها ما يمكن أن يتحول إلى الشراكة أو الاستثمار يجب أن يخرج عن إطار الكاهة الموازنة العامة ونؤمن إيمان كامل أن أغلب المشاريع التي تذهب بالتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاصة يكون مخرجها وأداها أفضل من المشاريع التي تبقى على السياق الذي يسمونه القطاع العام يعد ميناء الفاو الكبير أحد أبرز المشاريع المتلكئة منذ سنوات والتي تدور حولها عدد من الشقهات إضافة إلى مشاريع خاصة بمحطات الماء والكهرباء والصرف الصحي وبناء المدارس والمستشفيات التي توقفت عند حاجز الفساد وسوء التخطيط من بغداد علي أسد قناة الرشيد